السلام عليكم ورحمة الله الشيء الوحيد الذي يميز الفونقاب على الكوردوفا انه يمكنك ان تعمل ديبلوي وبولد الابلكيشن الخاص بك على الريموت هوست يعني هنا في بولدوت كوردوفا دوت كوم تعمل رجستر لوغنز وتعمل بولد الابلكيشن الخاصة بك هنا اذا كانت اندرويد او او اي او اس او ويندوز فان ولهذا الشيء يكون مفيد جدا بالنسبة للشخاص الذين يديهم ويندوز ويطورون تطبيقات اي او اس فهو لا يعمل بولدينج على الاهاتف يعمل بولدينج على الفونقاب دوت كوم طبعا هنا يوم يعطيناك للمة مجانا اكثر من الابلكيشن يجب ان تدفع اذلك يجب ان تمسح كل ما تريد ان تعمل نيو ابلكيشن تمسح طبعا انا اساسا عندي حساب عندهم فقط ادخل عن طريق الحساب الخاص بي و ارنها في ذا الخاصة بي الاناليس ايدي ابلكيشن وينكان لدي امسحها اذا كنت ايد ادخل تطبيق جديد اذا اننا هنا بالا اه انا اكون الفولدر هنا جديد واسمي phone ايش اسمي هنا ايش ريموت فون ريموت فون اوكي هنا ايش اكتب لالسي دي امر لهذا المساب اكون تطبيق جديد طبعا كما قلت لك ويندوز او ماك تنفذ نفس الاوامر الان ايش اعمل اي دجريت لكوردو للفونقاب اوكي اقول لها فونقاب ايش ايش اسمي سأسمي مثال findmyphone الرابط الخاص بcom.arruبيع.findmyphone تأكد انه ال id لا يشبه احد وعطي فولدر ايضا سمي findmyphone اوكي الان انتظر قليلا كما قلنا سوف يكون ليا البيانات بهذا الشكل وهذا المجلد الخاص بالعمل كما وضحناه في الدرس الماضي هذا هو findmyphone التطبيق الان دعني ادخل على cd ايش المن لل findmyphone هذا الابلكيشن الخاص به كما قلنا في البداية نحتاج ان نعمل بتنصيب بعض البلاقينس اللي هو يحتاج الاساسية اذا فقط اقول له ايش phone gap ايش plugin plugin او plugins add ايش اضيف org.apache.cordova.device كما قلنا هذا device الاجهزة هذه متطلبة انه في كل تطبيق يجب ان تضيفها اضافها اليك الان اضيف المفروض الان لو ذهبت ايش للبلاقينس اين شي مضيفة هو نس اذا اضافها لك اوكي اوتوماتيك لي اضيف لك يا plugins هي اضيفة الثاني اضيفها اللي هي console اذا كان لديك تستخدمها اذا ما عندك لاضيفة الان تطبيق ما لي جاهز اريد ارفعها او اعمل على الموقع الخاص به اكتب ايش اكتب ثم اكتب وادخل الاميل اللي انا مرتبطة معهم اذا كان صحيحا طبعا اذا كان انت يحتاج الباسوود منك اذا انت ما داخل اصلا يقولك ادخل الباسوود ادخل الباسوود انا اساسا داخل فلم يطول الباسوود الخاص به الان اريد ارفعه اقول لفون جاب ريموت ايش بولد ايش ايد ارفع الاندرويد الان انتظره يقوم هو بعمل بوش الاندرويد على السيرفر واذهب للسيرفر والقى التطبيق الخاص به حسن يقول لك تم بولد كومبيوتود اذهب الان المفروض الى الموقع لارى هل هو فعلا قام بالبولد نعم انظر هذا الاندرويد انظر هذا الانستال طبعا استطيع مباشرة انزل الكود الخاص به انظر انستال انزله فيقول لي ايدي الاندرويد انزله مباشرة اي بي كي الخاصة بالاندرويد استخدمه نفس الحالة بالنسبة الى اي او اس ايضا اي او اس بس اي او اس يحتاج ان تعمل لكي في الابل ستور اللي كي تربطه بحساب ديفلوفر انظر كيف العملية سهلة جدا وجميلة جدا ايضا ينصد فقص سهلة اذا نفس الحالة بالوندوز فون ونفس الحالة بالاي او اس كلها نفس الشكل مجرد تعمل لها بولد وتعمل لها انزبت يعني لا تحتاج في هذه الحالة ان يكون اندرويد استوديو منصب على هاتفك كمبيوترك ولا الاكس كود منصب على كمبيوترك ولا بكل شيء يكون اونلاين في اونلاين هذا بالنسبة لها اذا انت استخدم اولاك اذا انت استخدم لوكال فقط تقول لايش تربط جهازك تنصب التطبيق على جهازك عن طريق انستال السابق وتقول لايش تقول لا هنا تقول لا الالدان الخاصة بنا اللي هي فون غاب ايش سير لما نتقل لفون غاب سير يعطيك اي بي ادرس خاص بك معين مئة 225 و وبرت نمبر نصبه على الهاتف وننفذ نفس العملية نضخل هذا الـ IP والـ Word Number ويتصل به طبعا هذا كما في هذا الدرس أتمنى أن تكون استفدت شكرا لحسن المتابعة لا تنسى أن تعمل لايك سبسكرايب شير شير يا أخي شير لكي نصل لأكبر عدد وشكرا جزيلا لحسن المتابعة